أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك إلقاء القبض على نحو 29 شخصاً إثر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في متحف بروكلين وحثت منظمة مؤيدة للفلسطينيين حثت المتظاهرين على الدخول بأعداد هائلة إلى المتحف من أجل غزة وذكرت أن النشطاء احتلوا المتحف لإجباره على الكشف عن أي استثمارات مرتبطة بإسرائيل وسحب أي تمويل من هذا القبيل اشتركوا في القناة